السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النادي الاهلي يصعد جماهيره بالبطولة السوبر الافريكي على حساب نهضة بركان في قطر بسنائية محمد شريف المخيف وصلاح محسن الرهيب. صلاح محسن الفترة اللي فاتت بيقدم مستويات كبيرة جدا مع النادي الاهلي. اهدف حاسمة. اهدف قاتلة. اهدف جميلة من صلاح محسن. محمد شريف بيسجل بشماله. بسم الله ما شاء الله يعني وسطك على الكرة اللي جابها النهاردة في نهضة بركان تدل على مرونة تدل على ثقه بالنفس لعب عارف هو وقف فين عارف مكانه في الملعب مقدر الجون تمام ما بصش على الجون لف حاطها في البعيدة جون. الكرة بتفكرنا بهدف عماد متعب في الزمالك في عبد المنصف نفس الكرة تقريبا بنفس الترن او نفس اللفة وحاطها في البعيدة برضو عبد المنصف. كان هدف مشابه جدا لهدف محمد شريف. طبعا محمد شريف بيقدم مستويات كبيرة في الفتر اللي فاتت. هدفين في الزمالك? هدف افريقيا حاسمة. كمان اه هدف النهاردة التقدم اللي فتح المباراة بشكل كبير. طبعا النادي الاهلي عن التكلم عن المباراة ككل في السريع. النادي الاهلي الشوت الاول ما راحش قطر. خلينا نكون صرحة. النادي الاهلي كان فريق نهضة بركان. بيضغط عليك عالي. بيخليك ما بتطلعش بكرة مرتاح. طبعا احنا عارفين النادي الاهلي في طريقة لعب النادي الاهلي بيطلع بكرة من تحت من عند محمد الشناوي. كنا شايفين فريق نهضة بركان بيضغط عليك عالي جدا. وكمان ما بيستبلاكش الفرصة انك تبدأ بتطلع بكرة عن طريق بدر بنون وايمن اشرف وياسر ابراهيم. وتسلم بكرة مرتاح. وكان الضغط العالي ده يا جماعة احنا عبنا نلعبش لوحدنا في الملعب. الملعب في فريق تاني ينفز قطط وعارف انت بتلعب ازاي واريك. وعارف طريقة لعبك. فالفريق اللي ضدك بينفز الحاجات اللي انت يعني العكس اللي انت بتعمله او ليه طريقة لعب بيوقف بيه طريقة لعبك. فانت بتلعب فريق برضو وبطولة الفرقية. اي نعم في الفترة اللي فاتت. ما بيقديش بشكل كويس في بطولة المحلية. وكمان ودع لكم فدرالية ولكن فريق مميز. الفريق بيلعب عليك. الشوت الاول كان افضل منك. حاول ان هو يسجل اهداف. اطيحة ليه فرصة. واتنين انفراض تام بالشناوي. الشناوي افل الجنب بشكل كويس. والمهاجم. حطوا كرة برا بغرابة شديدة. الشوت برضو قبل ما ينتهي الكرة العرضية اللي كانت فاول. وتحطت برضو بيعني تخازل سنة من محمد هاني اللي بتطلع اللي هو كابتن الفريق بتاع نهضة بركان. حطوا الكرة. ولكن جت من جنب القائم. ده كان مجمع نشوت الاول. طبعا نشوت الاول كان فيه فرصة غريبة جدا. اي نعم هي كانت تسلل على النادي الاهلي الكرة بتاعت بدر بنون. لان لو عايز اطلعها مش هيعرف. يعني بدر بنون لو يقصد انه يطلعها. مش هيعرف. لكن الكرة اصلا كانت تسلل والنادي الاهلي ما قدمش خطورة في الشوت الاول غير في الكرة دي. والكرة التانية اللي ريحها. حسين الشحات ليه? آآ وديانج حاب يركنوا الكرة يعني من الكرة دي ما تتركينش الكرة دي ووش رجلك. ومطرح ما تروح روح. زي محمد آآ شوقي كده في مطش البرازيل. نفس الفكرة بالزبط. يا وش رجلك وزي ما تروح روح. لكن ديانج حطوا الكرة بطنة رجل حاب يضمنها. والكرة طالت زي ما احنا شوف. نشوت التاني النادي الاهلي بدأ بآآ سيطرة. بدأ باستحواز. بدأ ان هو مسك الكرة. قدر ان هو يسجل هذا عن طريق محمد شريف. بكرة. ابداع فردي شخصي. كرة حسين شحاتها تتغاله في المساحة الفاضية. اي مهاجم تاني يستلم ويرجع ويسند على اللي جاي من وره. لكن هو عنده شخصية عايز يبجون. فقدر ان هو يلف بالكرة ويحطها في البعيدة. هدف كان مميز جدا لمحمد شريف. كمان النادي الاهلي حاول بعد كده في كزا كرة وقدر ان هو يوصل ويهدد مرمى فريق نهضة بركان بشكل كبير جدا. وكان اقرب ان هو يسجل التاني. آآ بدري في كزا كرة ولكن آآ ربنا ما اكرمش غير لما الكرة بتاعت آآ صلاح محسن آآ اللي تحطها له طاهر محمد طهر بشكل مميز جدا. ويقدر صلاح محسن يرقص الحارس بكل الاريحية. وحطوا الكرة في المرمى الخالي من حارسه. هدف كان مميز جدا. برضو ثقة بالنفس من صلاح محسن. الثقة اللي بديها له المدرب. انه عارف انه هو كل ما تش هينزله. وعارف انه هو يستفاد منه ازاي? خلينا نقول انه بتسو موسيماني قدي مباراة كويسة تيك تيكيا انت بتعمل تغييرين بين الشوتين. كابتن رضا عبد العال انتقد. طبعا احنا عارفين ان رضا عبد العال ما بيطقش حاجة اسمها بتسو موسيماني عشان بتسو موسيماني جنوب افريقي ويدرب النادي كبير في مصر. طبعا كابتن رضا عبد العال اكبر نادي دربوا قنطنطة مع الاحترام الكامل النادي طنطة. هم عملش حاجة نزلون درجة تانية. هم كانوا كده كده نزلين يعني مش هو السبب. ولكن في الدرجة التانية مسألهم وهم اخر الدوري. والفرق نهار وفرق قرب ينزل درجة تالتة. فانجازاتك انت ايه عشي تتكلم عن بتسو موسيماني. انجازاتك ان انت طالع تقول كل ماتش تخبط. كل ماتش تنتقد بدون اي اه واجه حق. طب انت يا كابتن الماتش اللي فات انتقدت اداء يعني لك انت تخيل نجا. ومتعادل واحد واحد مع الماتش اللي فات في جنوب افريقيا وطالع يقول ان الجون اللي جي في النادي الاهلي المفروض ان الشنو يصده. والكورة هنديله ببابي قريم الحارس بتدري تسعة عشان الهدف اللي جي فيه مع ان الشنو تصدل اكتر من كورة. والكورة ما تتصدش. الكورة اللي جي فينا في ماتش زهناك ما تتصدش بينتقد الشنو بيقول ان الكورة كانت تتصد والشنو يتحمل جزء من الكورة. وانتقد الشنو في الماتش ده الماتش ده بينتقد بشكل كبير جدا. مدرب النادي الاهلي بتصو بسو مني으로 ويقول انه مدرب فاضي ومدرب مش عارف ايه ومش عارف ايه? وعندك حسين الشحاد بتلعبه وسايبه في الملعب. وعندك كمان طهر محمد طهر سايبه في الملعب. طب حسين الشحاد في الشوت الاول التالت قوار اللي تحرك فيهم كان هو السبب الخطورة في هذه الاي نعم مش موفق. وفقد السكة ولكن كان هو السبب في الخطورة. الشوت التاني كان المفروض يغيره. اه كان المفروض يغيره. ولكن انت عندك جزء لعيبة. ما كانوش فايقين. وكانوا عندهم انذرات اللي هم ياسر ابراهيم وايمن اشرف. وكانوا خلاص هينطردوا لي اتنين. وكان اكبر غلط انه يسيبهم في المعلقة. لا يقول لك طلع ياسر ابراهيم ونزل علي معلول ويرعب بايمن اشرف في القلب. ايمن اشرف اللي هو راجع من اصابة. ايمن اشرف اللي هو كان النهاردة متعصف جدا. ومتنرفس جدا. ودخل فمشدة مع العب وحدة في الكرة في العب وربنا سطر والحجم ما طردوش فيها. لان اللعب برضو مسل فيها زيادة عن اللزوم. فازاي كان يسيب ايمن اشرف بالمستوى ده. وهو متعصب ومتنرفس وراجع من اصابة. وكمان ياسر ابراهيم اللي اترقص في كرة بكل سؤولة وكان هينطرد. وكان واضح جدا ان هما ما كنوش في مستوىهم. وان اللي ينزلوا وقدوا. وقدوا بشكل كبير جدا محترم. ورام ربيعة ما لا يقول له اهمية. ولا يقول له قيمة عن اي مدامع موجود في نادي الاهلي. راجل كابتن من كابتن الفريق. راجل بيقدي بشكل كبير جدا بقاله فترة. من ساعة ما رجع. وهو اخذ الفرصة وبيقدي بشكل كبير جدا فاحنا برضو عندنا لعيبتنا واسكن فيها. فانت شايف ان هو ينزل الشوت التاني ان بدل اربع تغييرات يعني ولا اعمل لك ايه? عشان يطلع حسين الشحات. وعشان يطلع طهر محمد طهر انت راجل بتضرب وراجل فهم كورة راجل عبت في اهل وزمالك. هيعمل اربع تغييرات مرة واحدة عشان يطلع لك حسين الشحات. وطهر محمد طهر وتلاتين المدافعين اللي هم يطلع الاتنين اللي هم واخدين انظارات الاول عشان يلعب ما يلعبش على ريسك انت بتلعب على بطولة. لازم الفريق بقى كامل العدد. انا لعب كامل العدد. وابقى سفر سفر لحد اخر وقت بدل ما يضطرد من اللاعب. وابقى ناقص ويحصل لاي خلط في اي وقت معين من المباراة. واخسر. هعمل لاربع تغييرات في دقيقة واحدة بين الشوتين ولا اعمل لها عشان انا بقى رضيك. بعدك اطلع حسين الشحات ونزل اه صلاح محسن. اللي هو سجل الهدف التاني. وبعدك انا نزل الكهرباء. وبعد كده نزل اه اللعب اه من تانين التانين اللي نزلت غير الخامس. اه اه حمدي فتح عشان يقامل نص المنعب. وعشان كمان يدي للعب فرصة للمشاركة عشان يبدأ الفترة اللي جاية يام روتيشن ما بينه وما بين ديانج وما بين عمر السرية المجهد جدا والمرهج جدا. فانت برضو بتبص من منظورك انت اتضيع في كرة القدم اللي هو انا كاره لله. عدو اللي ده. مش عايز الاهل يبقى حاجة ومش عايز الاهل يكسب انت. مش عايز الاهل يبقى حاجة. انما تتكلم كنقض كرة. لأ كرة ايه? انت الشرط الاول ما لعبتش كرة. لازم نكون صرحة. الشرط التاني لعبت جيم كبير جدا. كرة في العرضة. كرة في الايم او كرة اه الكرة بتاعة صلاح محسنة في العرضة. كرة اللي طلحها الحارس من النفشة. الكرة الجنين اللي اهل جابهم الحاجمات اللي الاهل كان بيعملها. المرتدات طار محمد طار صنع الهدف التاني اللي انت بتقول يطلع من بدري. صنع لك الهدف التاني. كهرباء النهاردة. خمس دقيقة او عشر دقيقة كويسين في الملعب. قدر يصنع كرة خطيرة لامجد افشاء اللي حطها. والحارس تصدرها. في المجمل بيتسو مسماني اقدار المبرى بشكل كبايز. بطولة مهمة للنادي الاهلي. قدر ان هو ياخد البطولة ويحصل على البطولة. وده المطلوب اثباته. شغط متوسط او قدر ان هو يطلع به آآ استنفذ الطاقة البدنية اللي عند الفريق المنافس وقدر يلعب كرته في الشروط التاني وينفذ خططه في الشروط التاني ويسجل هدفين. ويفوز بكاس السوبر. في بيتسو مسماني مدرب لسه قدام شغل مع نادل اهل ولسه موصلش للمرحلة اللي احنا محتاجينها وعايزينها منه كجمهور نادل الاهلي لكن الراجل احنا عايزين منه ايه? اربع بطولات ولسه الخمسة ان شاء الله جاية بازن الله الصوبر المصري الراجل على مستوى البطولات وعلى المستوى الانجازات باشي بشكل جايز جدا فانت برضو هتفضل تنتقده طيب كان بلعب حلو وخسر الصوبر وخسر آآ بطولة خسر الصوبر مززمالك وخسر مززمالك وكان بلعب حلو كان احسن من كده بكتير وخسر في المطشات الكبيرة كان بيخسر وخسر من نجم السحال هناك وكان هيخسر من الهلال هناك وبرضو ما قدمش مستويات كبيرة في كل المطشات ولكن كان بيقدم كرة كويسة وكان بيخسر فبرضو خلينا نكون صرحة ان بيتس المسلماني مدرب كبير لازم كلنا نقف جنبه حاليا وندعمه بعد المسم او بداية المسم الجديد لما يبقى مختار صفاقات وعنده لعبة وهو لما اختارها نقدر نحكم عليه وندقول اه ده المدرب ده لا يصلح او يصلح انما دلوقتي انت جاية تنتقد بس يعني درجة انت انتقدت الشنة والسماتش اللي فات علشان جون مستحيل يتصد مستحيل تقول لي اطلع لي متر اطلع متر قدام فين ده الراجل اللي لقى بالقرة على خط الست هطلع لك فين هو وعرضية هو معاه واحد وفي واحد قدام منه اللي هرام ربيع هيشوفها ازاي يقول لك ده يطلع متر قدام فانت مجرد انتقد فقط لغير النهاردة لعبة النادي الاهلي عملت درس كبير جدا من رقي للعابة النهاردة كلها ادت المداليات بتاعتها او سلمت او لبست الكابتن محمود الخطيب المداليات بداعتها كانت نوع من انواع التكريم كانوا من انواع الاحتفال كانوا من انواع التقدير للمجهود اللي بيعمله الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي مع اللعيبة والدور الكبير اللي بقدمه في النادي اللعيبة كرمت رئيسها في العمل رئيسها ورئيس النادي مديرهم كلهم اللعيبة بتكرم وده يدلنا على ان الشخص ده محبوب في مكانه ومش شخص مقروح محمود الخطيب. رجل محبوب من اللاعبة بتاعته. اللاعبة بتكرمه في الارض الملعب. فرق واضح كبير جدا بين الاهلي وقدرته ولعبته وجمهوره وبين اي نادي تاني. كنا شوفنا نادي الزمالك. وكان بيتكرم وكان حاصل على بطولة. وشوفنا مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق. دخل على حزب امامه. هو رايح. يرفع الكاس. وامشادد منه الكاس ورفعه هو. وخد اللقطة وخد كل حاجة لنفسه. وخد كل حاجة لحسابه. ولا افتكر بقى ان في كابتن فريق هو المفروض يعمل الكلام ده. ولا افتكر حد. المهم ان هو ياخد اللقطة. المهم ان هي كل حاجة تنسب لي. المهم ان هو احسن واحد في الدنيا كلها. انما كابتن عحمود الخطيب منتهى الرقي. منتهى الاخلاق. منتهى التقدير منه للعايبة ومنتهى التقدير من اللاعبة للكابتن عحمود الخطيب. كلنا شوفنا الكلام ده على الارض الواقع. مش محتاجة حدش راحونا. النادي الاهلي اوقف احتفالته تماما بعد المباراة بسبب وفاة والدة كابتن سامو مصان مدير الفني او المدارب المساعد لي بتشو مصيماني. وكمان ولدة لعب جونيور اجاي اللي مشاركش اعتقد بسبب المضوطة النهاردة. والدته توفض برضه. والنادي الاهلي بعد المباراة اوقف الاحتفالات تماما بسبب خبر وفاة والدة سامو مصان والدة تونيور اجاي. النادي الاهلي خلاص بنقفل صفحة آآ كاس السوبر مبروك للجمهور مبروك للقائبة مبروك للأدوارة مبروك لكل من هو منتبه للنادي الاهلي بنقفل الصفحة تماما. وبنخش على الدوري وان شاء الله اللي جاي احسن. وبتعقب سريع على الحكم. جمهور نادي زمالك بيشن حاملة كبيرة جدا بقول لك ازاي? حكم واحد يحكم لنادي نهائيين قررين وورا بعض. وفي واحد من ضمن الناس اللي طلعت عملت الحاملة تقول لك ازاي يبقى اه النادي الاهلي يشيرشي الحكم المغربي. ازاي هنجيب حكم مغربي لنهضة بركان المغربي. ازاي? فكرة الراجل ده جزائري مش مغربي. وده واخد مكانه لانه من افضل الحكام في افريقيا مش مجاملة. لو حد تاني جاي يحكم ماشي زاك انا هيبوازه مش اكتر ولا اقل. بس طبعا النادي الزمالك ملقوش في الورد ايبقى لو علي احمر الخدين زي ما يقولوا. لازم اطلعوا باي حاجة عشان يعني ما ينكدوا علينا ولكن احنا مش هتنكد علينا لان احنا طبعا القضية ممكن واخدنا البطولة على افاك واخدنا الصوبر بسبب ان احنا اخدنا افريقيا على افاك وان شاء الله هناخد بطولة الصوبر اللي جاي عشان تبقى معنا الخمسين ان شاء الله السنة دي وانت زيرو سفر ولا هنشوف منك اي بطولات ولا اي حركة في الفترة اللي جاي. كانت حلقة النهار ده عندي الاهلي واستنوا حلقة دور الابطال نهاية دور الابطال تشيلسي ومنشستر سيدي هتنزل بعد الحلقة دي ان شاء الله بساعة باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.